السلام عليكم طلاب أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية نحن يا سادس سنبدأ اليوم بقاعدة جديدة وهذه القاعدة هي الأفعال الناسخة أي كان وأخواتها إذن سنتعرف في هذه الحصة على كان وأخواتها كيف تدخل على الجملة الإسمية وماذا تؤثر في الحركة الإعرابية ومعنى كل من هذه الأفعال الناسخة تابع معي الأمثلة الآتية الشارع ضيق المطر غزير الحاكم عادل العاملان نشيطان المعلمات مخلصات الإسراف خلق سيء المحامون جريئون والعمل ممتع لاحظ أن كلا أو جميع هذه الجمل هي جمل إسمية أحسنتم لماذا؟ رائعين لأنها تبدأ بإسم وتتكون من مبتدأ وخبر فالمبتدأ هنا مرفوع وعلامة رفعه الضم والخبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم لاحظ هذه الجملة العاملان النشيطاني أعرفها لنا يا أحمد أحسنت العاملان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ونشيطاني خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى لاحظوا أيضا هذه الجملة المحامون جريئون أعرفيها لنا يا سلمة أحسنت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وجريئون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم فإذن هذه الجمل هي جمل اسمية المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع كما تذكرون في القاعدة السابقة أخذنا الحروف الناسخة التي هي إنا وأخواتها وكيف تدخل على الجمل الإسمية وكيف أنها تنصب مبتدأ ويسمى اسمها وتبقي الخبر مرفوعا ويسمى خبرها لكن حصتنا اليوم سنقوم بشرح الأفعال الناسخة كيف تؤثر على هذه الجمل إذا أدخلنا كان أو إحدى أخواتها على هذه الجمل وكيف نعربها إعرابا تاما فإذا أردنا أن ندخل على جملة الشارع ضيق إحدى أخوات كان كيف ستصبح لاحظوا معي كان الشارع ضيقا ما التغير الذي حصل هنا يا يحيى أحسنت أدخلنا كان على الجملة الإسمية المبتدأ لم يتغير بقي مرفوعا لكن الخبر هنا أصبح منصوبا إذن كان أو إحدى أخواتها من الأفعال الناسخة التي إذا دخلت على الجملة الإسمية تبقي المبتدأ مرفوع ولكن يسمى اسمها أي اسم كان وتنصب الخبر ويسمى خبرها ماذا نسمي كان هنا يا سلمة؟ أحسنتي نسميها من الأفعال الناسخة إذن هو فعل لكنه ليس من الأفعال التي تكون في الجملة الفعلية والتي تتكون من فعل وفاعل ممفعول به فهذا الفعل ليس من الأفعال التي تأخذ فاعلا ومفعولا به بل نسميها فعلا أحسنتي فعلا ناقصا فإذا إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة أعربها لنا يا يونس أحسنت كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره والشارع اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وضيقا خبر كان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره فإذا كان من الأفعال الناسخة وهي فعل ناقص أي أنه ليس من الأفعال التي تأخذ فاعلا ومفعولا به بل تدخل على الجملة الإسمية تبقي الخبر مرفوعا عفوا تبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصيب الخبر ويسمى خبرها إذا أردنا أن ندخل إحدى أخوات كان على الجملة المطر غزيرا تصبح أصبح المطر غزيرا ما التغير الذي حصل هنا يا هبا أحسنتي المبتدأ بقي مرفوعا ولكن الخبر أصبح منصوبا وعلامة نصبه تنوين الفتح فما السبب يا ميرا أحسنتي دخول إحدى أخوات كان وهي أصبح وقلنا أنها أحسنتي من الأفعال الناسخة وهي فعل ماضي ناقص ولماذا أسميناه ناقصا رائع يا أحمد لأنه ليس من الأفعال التي تأخذ فاعلا ومفعولا به بها تدخل على الجملة الإسمية تبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها إذن إذا أردنا أن نعرب أصبح المطر غزيرا ماذا نقول أحسنتم أصبح فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره المطر اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وغزيرا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح لاحظ أن كان وأصبح أفادت معنى إلى هذه الجمل فما المعنى الذي أفادته كان وما المعنى الذي أفادته أصبح سنتم إذن كان أفادت هنا في هذه الجملة اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي المطلق أي أن هذه الجملة المبتدأ اتصاف بالخبر وكان في الزمن الماضي المطلق أما أصبح يا سلمة أحسنتي رائعة أصبح تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح أي أنني كأنني أقول في وقت الصباح المطر غزير فأصبحت أصبح المطر غزيرا فإذا أصبح تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الصباح وكان تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي المطلق لاحظوا إذا أردنا أن نحول أو أن ندخل أحد أخوات كان على الجملة الحاكم عادل تصبح رائعين ظل الحاكم عادلا ما التغير الذي حصل هنا تفضل يا حسام أحسنت المبتدأ بقي مرفوعا ولكن الخبر أصبح منصوبا فما السبب؟ رائع دخول أحد أخوات كان على هذه الجملة وهي ظل أحسنت فهي من الأفعال الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية تبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ولكن ما المعنى الذي أفادته هنا ظل تفضل يا حسام رائع أحسنت ظل تفيد استمرار ملازمة الخبر للمبتدأ أي أنهما يلازمان بعضهما البعض فإذا أردنا أن نعرب الجملة ظل الحاكم عادلا أعربيها لنا يا آية أحسنتي ظل فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره الحاكم اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وعادلا خبر ظل منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره ولكن لماذا أسميناها فعلا ماضيا ناقصا أحسنتم رائعين لأنها ليست من الأفعال التي تأخذ فاعلا ومفعولا ولكنها أفعال ناقصة تدخل على الجملة الإسمية لاحظوا جملة العاملان نشيطان إذا أدخلنا أحد أو إحدى أخوات كان على هذه الجملة تصبح أحسنتم صار العاملان نشيطين ما التغير الذي حصل على هذه الجملة؟ رائعين نلاحظ أن المبتدأ بقي مرفوعا بالألف لأنه مثنى ولكن الخبر أصبح منصوبا بالياء لأنه مثنى فسبب نصب الخبر هو أحسنتم دخول أحد أخوات كان الأفعال الناسخة على الجملة الإسمية وهي صارة فإذا صارة فعلا ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره يدخل على الجملة الإسمية يبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها فما المعنى الذي أفادته صارة؟ تفضل يا آية أحسنتي تفيد التحول والانتقال من حال إلى حال أي أن المبتدأ يتحول من حال إلى حال ومن هذه الأحوال هي الخبر فالعاملان تحولا إلى نشيطين أحسنتم أعرب لنا العاملان يا حسام أحسنت اسم صارة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ونشيطين أحسنت خبر صارة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى فهي من أخوات كان لاحظوا هذه الجملة المعلمات مخلصات إذا دخلت إحدى أخوات كان عليها كيف تصبح؟ رائعين باتت المعلمات مخلصات ما التغير الذي حصل هنا؟ رائعين المبتدأ بقي مرفوعا ولكن الخبر أصبح منصوبا وعلامة النصب هنا تنوين الكسر عوضا عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم رائعين أين هذا الفعل الذي دخل على الجملة الإسمية؟ أحسنت يا عمر باتة هي من الأفعال الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية تبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها هل تذكرون هذه التاء؟ رائعين هذه التاء أسميها تاء التأنيف الساكنة ولاحظوا أنها حركت بالكسر منعا لالتقاء الساكنين فأصبحت باتة المعلمات مخلصات إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة كيف نعربها؟ تفضلي يا رؤى أحسنتي باتة فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره تاء التأنيف الساكنة حركت منعا لالتقاء الساكنين المعلمات اسم باتة مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره مخلصات خبر باتة منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح عوضا أو عفوا تنوين الكسر عوضا عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم ولكن ما المعنى الذي أفادته هنا؟ باتة أحسنتم تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الليل أي أن الخبر أو المبتدأ اتصف بهذا الخبر في وقت الليل أي أن المعلمات مخلصات في وقت الليل لاحظوا جملة الإسراف خلق سيء ماذا إذا أدخلنا إحدى أخوات كان على هذه الجملة؟ لاحظوا كيف تصبح ليس الإسراف خلقا حسنا ما التغير الذي حصل على هذه الجملة؟ أحسنتم المبتدأ بقي مرفوعا ولكن الخبر أصبح منصوبا فما سبب هذا التغير؟ رائعين دخول إحدى أخوات كان على هذه الجملة وهي ليس أحسنتم فإذا ليس من الأفعال الناسخة وهي من أخوات كان التي تدخل على الجملة الإسمية تبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ما المعنى الذي أفادته ليس هنا؟ تفضلي يا رؤى أحسنتي تفيد النفي أين في هذه الجملة؟ فالإسراف ليس خلقا حسنا بل هو خلقا سيء رائعا فإذا أردنا أن نعرب ليس الإسراف خلقا حسنا كيف نعربها؟ أحسنتم ليس فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره الإسراف اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره؟ خلقا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره؟ وحسنا كما أخذنا سابقا هي صفة لخلقا إذا أردنا أن ندخل إحدى أخوات كان على الجملة المحامون جريئون تصبح رائعين أمس المحامون جريئين ماذا تلاحظون على هذه الجملة؟ أحسنتم المبتدأ بقي مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم ولكن الخبر أصبح منصوبا بالياء لأنه جمع مذكر سالم ما سبب هذا التغير؟ رائعين دخول إحدى أخوات كان وهي أمس فهي من الأفعال الناسخة التي تبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ما المعنى الذي أفادته أمسا يا ليلى؟ أحسنتم تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت المساء أي أن المحامين أي المبتدأ يتصف بصفة الخبر في وقت المساء فإذا أردنا أن نعرب هذه الجملة تفضل يا أمل أحسنتم فعل ماضي ناقص مبني على الفتح ولكن هذا الفتح ليس ظاهرا بل مقدرا وستأخذونه في صفوف لاحقة وقلنا أنها فعل ماضي ناقص رائعين لأنها لا تدخل على الجملة الفعلية أو لا تكون في الجملة الفعلية التي تتكون من فعل وفاعل ومفعول به بل تدخل على الجملة الإسمية المحامون أكمل يا أمل أحسنتي اسم أمسا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وجريئين خبر أمسا منصوب وعلامة نصبه لي لأنه جمع مذكر سالم فأمسا هي من أخواتي كان لاحظوا الجملة الأخيرة العمل ممتع إذا أدخلنا عليها إحدى أخواتي كان تصبح أضحى العمل ممتع أين هو الفعل الناسخ الذي دخل على الجملة الإسمية وأثر فيها رائعين أضحى أضحى هي من أخواتي كان التي تدخل على الجملة الإسمية تبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ما المعنى الذي أفادته أضحى؟ تفضلي يا سلمة أحسنتي تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الضحى أي أن العمل اتصف بأنه ممتع في وقت الضحى ووقت الضحى هو قبيل الظهر أي قبيل الظهيرة فإذا أضحى من الأفعال الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية وهي من أخواتي كان إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة نقول أحسنتي يا رسل أضحى فعل ماض ناقص مبني على الفتح ولكن هذا الفتح ليس ظاهرا بل مقدرا وستأخذونه في صفوف لاحقة العمل اسم أضحى مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وممتعا خبر أضحى منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره فإذا يا سادس هذه الأفعال هي أفعال ناسخة تدخل على الجملة الإسمية تطقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصف الخبر ويسمى خبرها ونسميها جميعا كان وأخواتها ولكل واحدة منها معنى خاص بها نستنتج من الأمثلة السابقة ما يأتي أولا نستنتج أن الأفعال الناسخة هي أفعال ناقصة تدخل على الجملة الإسمية تطقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها وسميت بالأفعال الناقصة لأنها لا تأخذ فاعلا فهي تدخل على الجملة الإسمية وتغير في حكم مبتدأ والخبر أي في إعرابهما وتسميتهما الأفعال الناسخة الأفعال الناسخة هي كان وأخواتها ويمكن تفصيل معانيها ويمكن تفصيل معانيها كما يأتي كان قلنا أنها تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي المطلق أما أصبح فهي تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الصباح وأمسا تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت المساء وأضحى تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الضحى وبات تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الليل أما صار كما قلنا فهي تفيد التحول والانتقال أي تحول المبتدأ من حال إلى حال وليس تفيد النفي وظل تفيد استمرار ملازمة المبتدأ للخبر تابع معي نموذج الإعراب كان الشارع ضيقا كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره الشارع اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وضيقا خبر كان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره باتت المعلمات مخلصات باتت أو باتة هي من أخوات كان وهي فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره وتاء التأنيث الساكنة وحركة منعا لالتقاء الساكنين المعلمات اسم باتة مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره ومخلصات خبر باتة منصوب وعلامة نصبه تنوين الكسر عوضا عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم وهكذا نصل إلى نهاية حصتنا وفي الحصة القادمة سنقوم بحل التدريبات هذه القاعدة نهاية حصة الهيئ سنقوم بحل التدريبات